السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيهم أفضل ليلة القدر أم ليلة الإسراء والمعراج نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم خلاصة القول في هذه المسألة أن ليلة القدر أفضل للأمة للمسلمين لأن فيها من الأجر والثواب ما لا يخطر على قلب بشر كما قال جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر مش بألف شهر خير من ألف شهر أما ليلة الإسراء والمعراج فهي أفضل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن ليلة الإسراء والمعراج كانت تكريما لشخص النبي صلى الله عليه وسلم قولي العلم يا حبيب ده للعلم فقط أن ليلة الإسراء والمعراج عمرها ما كانت ليلة 27 رجب أبدا ورجعوا كتب أهل العلم ورجعوا كل أقوال أهل العلم أهل العلم لهم أقوال كثيرة جدا في تحديد ليلة الإسراء والمعراج وكان أرجح الأقوال أن هي في شهر ربيع الأول وهذا ما رجحه الشيخ العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة وسعة لكن حتى لو ثبت عند بعض الناس أن كانت ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة 27 رجب خدوا بالكم فلم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة أنهم احتفلوا بليلة الإسراء والمعراج لكن زي ما قلت لحضرتكم فيها أقوال كثيرة جدا وأرجحها أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في شهر الربيع الأول كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة وسعة يبقى الخلاصة أيهم أفضل ليلة القدر أم ليلة الإسراء والمعراج ليلة القدر أفضل للأمة لما فيها من الثواب العظيم وليلة الإسراء والمعراج أفضل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تكريما لشخص النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل أن يجمعنوا إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته